السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة اخرى مسلسلة تشهيوات رايحانة كمال وصفة اليوم عبارة عن بني في الفرن كما كتلاحظوا معايا حضرتوا طريقة مختلفة بحال طريقة ديال البريوش ولكن هو بني ديال الفرن كيجي هاي جدا من اروع ما يكون كيجيه الشيش ارتب بزاف طريقة سهلة هدا هو الشكل تيالو من الداخل كما كتلاحظوا كيجي ارتب بزاف اخفيف وطريقة سهلة كما دكرت لكم بسم الله نمرو المقادر والطريقة مكونات ليجد بسيطة كما كتشاهدوا معايا عندي هنا سكرساندة ثلاث ملاعق كبيرة كيس سكر فانيلا بيضة واحدة القليل من الملح نصف كيس من خميرات الحلويات ثلاثة ونص جرام ديال الخميرة ملعقة صغيرة مملوقة من خميرات الخبز الماء دافي 400 جرام ديال طحين ملعقتان كبيرتان من النشا اللي هي ميزينة ملعقتان كبيرتان من الزبدة تكون رطبة احنا مستعملة الزبدة ديال البواطة فقط كما شاهدوا معايا مقادر لجد بسيطة ممكن تعجنوها باليد ديالكم ماشي ضروري العجانة مكانش عندي الوقت انني ناجنها خدمتها في العجانة خدموها بيديكم بطريقة سهلة غير كتجمعوها وددكوها شوية وصافي هالعجانة ديالكم مواجدة كنضيف المقادر كلها 400 جرام ديال الطحين اللي هي ربعة كيسانة عامرين المقادر المتبقية كاملة خميرات الخبز نصف كيس من خميرات الحلويات كيس ديال 7 جرام كتديره نصف دياله فقط والملحة والفاني وبيضة كاملة والزبدة وكتضيفو المدافع بالنسبة الماء القياس بالكاس كياخد تقريبا كاس وربع ديال الماء ممكن تضيفو واحد ملعقة ولا ملعقتان هدا رجال نوعية طحين كين طحين اللي كيشرب وكين اللي لا المهم كتضيفو الماء الكافي حتى كتحصلو هلا قوام اللي كيكون خفيف ديال لجينة مخساش تكون كاسها هنيا كنضيف ملعقتان كبيرتان من النشا اللي هي ميزنة كيما كتشاهدو كيكونو عامرين وكنضيف الماء الدافئ هو اخر حاجة وكنخلط مكونات كاملة كندلكوها شوية دلك خفيف ما مجهود بزاف كتكون بهاد القوام هادا خصاش تكون خفيفة كيما ذكرت لكم مخصاش تكون قاسحة رها شوية كتلصق قدي نغطيها ونخليها كتخمر المدة الكافية حسب الجو اللي عندكم كان الجو بارد قدي تاخد لكم نصف ساعة واكتر كان الجو دافي رها خمسة وعشرين دقيقة حتى نصف ساعة كافية احنا بعد ما خمرات كان رش شوية ديال الطحين بسطح العمل وكنخرج بعدها الهواء من العجين وكننزلها بسطح العمل عجينة خفيفة وكتلصق هانتو ما كتشاهدو معايا يعني ضروري ما تحصلوا على هاد النتيجة هادي مخصاش تكون قاسحة كنأكد هاد المسألة باش يجيكم البنية خفيف ورطب بزال كنجمع العجين ديالي نشكل الكورة غدي نتخلص من هاداك الفائد ديال الطحين وكننقرصها غير بيدي ولا بدلاك لكم اختيار انا كان بستغرب اليد ديالي العجينة كتشي معايا بكل سهولة على طباب الزاف مقاس حاش كتشي هائلة جدا هنا اللي بغا يسرح العجينة دياله بهذا القوام هادا يكون السمك ديالها متوسط وكتقطعوها دوائر وكتديرو فيهم تقب في الوسط وتحطوهم قطعو وتخليهم كيخمرو انا فضلت انني نشكلوا بهالطريقة هدي اللي غادي تشاهدو معايا طبابة الحان تما تشكلوا بحسب الرغبة ديالكم كتعطوها سمك متوسط بهاد الشكل هادا تنسوسها من الفائد ديال الطحين ونوضعها في صفيحة ديال الفرن اللي كتكون فرشة بورق سلفي غيزي او كنرشوها بشوية ديال الطحين وكنقادها نعطيها شكل دائري هنا كيبقى لكم الاختيار كتقطعوها بحسب الرغبة كما ادكرت لكم انا غادي نقسمها المتلاتات كنحصل على تمانية ديال المتلاتات كنقسمها من النصف ونحاول نقسمها الى النصف الاخر وكل النصف غادي يحصوا على اربعة ديال القطع اللي ما بغاش يدير هالطريقة هادي الوقت اللي كيصرحها كيقطعها دوائر اما ديروا ليهم تقب في الواسط اما ما تديروش الى ما درتوش ليهم تقب في الواسط الوقت اللي غادي طيبو كتحلوهم الجانب وكتعمرهم باي كريمة عندكم كريمة الحامض او الكريمة الباتيسير او المربة او كتزينو مغيب سكر غلاسي من الفوق كيجي هائل جدا مقادروا اللي رائعة كنحصلوا على نتيجة جيدة وهنا يا ماني كنقطعوا متلاتات انا فضلت انني يعني ما نفرقهم مش على بعضياتهم اللي باي قطعهم متلاتات ويهز كل متلة لا تحطوا في الطعوة واحد حدا واحد يعني ما تخليهم مش هكا بشكل دائري كتغطيهم وتخليهم كي يخمروا ضروري هنا ما يخمروا في هاد المرحلة لاحضوا معي كتحطوا الاصبع ديالكم كيدعب الحجم دياله كيكون خامر كناخد زيت النباتي كندهنو الوجه ديال البني كامل كنسخل الفران واحد العشرة دقيق قبل عندي فرن الغاز بمروحة ما كنشعلش الفوق نهائيا النار من الاسفل فقط كنسخنهم زيان واحد العشرة دقيق بمجرد ما كندخلو كنخليه متوسط درجة الحرارة كيتحمر من الاسفل ومن الاعلى كذلك اللي بغا يشكلو بحسب الربا كنعاود نكررها اللي الاختيار غادي نزينو بالمربا ديال مشماش وشوية ديال كاوكاو مهرمش ممكن ترشو عليه غير سكر غلاسي الوقت اللي كتخرجوه كيكون برد هنا بعد ما خرجتو جاهتو معي مازال طوا سخونة كيجي محمر وخفيف بزاف ورتب من الافضل تغطيوه هنا في هاد المرحلة وهو سخون باش كترجع لي ديك الحرارة وكيحتفظ على الرطوبة ديالو كيما اتكرت لكم انا فضلت انو نخلي القطع هاكاك يعني مقاربة البعديتها ما قطعتوش كيجي بحل شكل ديال بريوش ولكن هو ورا العجين ديال بني ديال ديال فران كناخد المربا اللي عندي وكندهن الوجه ديالو مزيان وكنوزح كوكاو اللي محمر بالكشرة ديالو حيط لي القشرة ومهلمش وكنزينو وكنقدموه بصحة ورحة لأفرار الاسرة ديالنا كيجي المدق ديالو هائل جدا وحتى الى برد لكم وبغيتو تسخنوه راكا تسخنوه كيرجع كأنكم عاد طيبتو شي حاجا اللي رائع جدا كتسحق تجريبا ديالكم كنأكد لكم العجينة خليوها خيفة ورطبة كتحصلو على نتيجة جيدة كنوزح لي كوكاو اللي مهلمش وكنوضعوه في صحن ديال التقديم وكنقدموه بصحة ورحة لأفراد الاسرة ديالنا هدا هو الشكل ديالو النهائي انا هنما عادش قطعتو بالموس يعني كيما قطعتوه في اللول هو عجينة يعني كيما كتشاهدو كنحيدو غيب شوية كتجي واحد العجينة اللي هي شيشة بزاف الدور ديال النجا كيخليه كيكون واحد لاحظو معايا القوام ديالو اللي هي شيش بزاف شي حاجا اللي لديدة طبعا الحال اللي بيرافقوا بالمرباء او ترافقوه بزبدة الفول السوداني اللي شاركت معاكم وبصحتكم وراحتكم كانت معاكم رايحانة كمال ونتلقوا في فيديو جديد بإذن الله بأمان الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر